اشتركوا في القناة قربت من فكرة البرنامج مدرسة الحب هي مدرسة حقيقية أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما بعث مش شرط تكون مدرسة ليها جدران لكنها مدرسة وليها منهج واضح وكل واحد كان نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويعيش زي ما ربنا سبحانه وتعالى حابب حس باحتياجه لدخول المدرسة مدرسة الحب وتعلم المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لمدرسة الحب وفضلة الأجيال تتوارث فكرة مدرسة الحب وتتوارث المنهج لغاية ما هنيجي دلوقتي في 2010 1431 هجريا عشان نعيد افتتاح مدرسة الحب لشعرنا باحتياج كل واحد فينا واحتياج مجتمعنا لتعلم منهج مدرسة الحب وانا دايما يعني نفسي اشارك حضراتكم معايا متوقع ايه المنهج ده ايه المنهج اللي ممكن يغير كل واحد ياخد قرار معانا ان يخش مدرسة الحب لان احنا محتاجين نتغير ومحتاجين التغير ده يظهر في سلوكيتنا وفي تعاملاتنا مع بعض يلا بعتولي ايه المنهج اللي حطه النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير به كل اللي حواليه اللي حبوا ان هم يعيشوا بالزبط زي ما ربنا يحب بعتوني مشاركاتكم ايه هو مدرسة الحب ايه هو منهج مدرسة الحب وايه هي الحاجة اللي ممكن فعلا بجد تغيرنا والتغير ده يبقى مستمر مش بس في رمضان بعد رمضان بستني مشاركاتكم واكيد هنتقابل تاني وتوكلنا على الله